ولما بنقول إسقاط العقوبة يا مولانا بنقول عند المقدرة بالضبط نعم مش إسقاطها عجزاً يعني إنه لو واحد إسقاطها عجزاً ده يبقى صحيح عنده مدانة يعني هذا من تمام تعريف حلم لأن الحلم أو الحليم هو الذي لا يعجل بالعقوبة أو يسقط بالعقوبة عن مقدرة ده مشروط أولاً بأنه هو يعني عنده أنا وعنده صفحة وعن الشرط وأن يكون عن قدرة أما إذا كان عن عجز فهذا الاسم لا يستحب لكن هنا قد يتبدر سؤال يا مولانا على دهن البعض لما بنشوف أنه قد إيه ربنا سبحانه وتعالى حليم مع كل البشر المؤمن منهم والكافر طيب ما الحكمة في أن يكون ربنا سبحانه وتعالى حليماً بالصهاينة برغم ما يفعلوه في قطاع غزة على سبيل المثال نعم هو أسقط العقوب عنهم مأقتاً إنما لهم عقابهم الذي يليق بإجرامهم الذي يرتكبونهم عن ناس وعما عبادة ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقد يكون يا مولانا من حكمة الحلم عند الله سبحانه وتعالى تأخير العقوبة لأنه ربنا يعلم أنه هذا الشخص سيتوب على سبيل المثال طبعاً نعم نعم كل ما هو الحلم ده إما أنه يعني باب اللطف فرصة ليتوب أو الحلم بأنه حتى لو لم يكن يتوب وحقت عليه الكلمة العقاب فإنه أجل هذا العقاب إلى أو أجل الامتحام بعد العام الدراسي طبعاً نأتي بقى للدرس الأهم في هذا النقاش دائماً وهو كيف نترجم إيماننا ومعرفتنا اليقينية بأن من أسماء الله الحسن الحليم كيف نترجم ذلك في أفعالنا وفي حياتنا نعم هذا طبعاً واضح وهو التدرب على الصفع للآخرين يصفح ويعفو يعفو ولا صفح يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما سيدة عائشة يعني امتحنت في موضوع المعروف يعني وكان هذا الشخص الذي اتهم سيادة كان ينفق عليه سيدنا أبو بكر فأقسم أنه لا ينفق عليه بعد ذلك سبحان الله يعني القرآن نزل وكأنه يعاتب وقل لا تكسم وألا تحبون أن يغفر الله لكم يعني أنفق عليه مرة أخرى فإلى هذا الحد أن مطلوب من المؤمن أن يكون صفوحاً وغفوراً وأن يتأثر بهذه الأسماء وتدرب عليه وأن يكون يعني حديثه للناس يعني كما قلنا صدقة التبسم صدقة أيضاً ألا يعجل إذا أخضأ معه أحد إذا عاتبه أيضاً يعاتب اعتاباً رقيقاً لا يأخذ موقف منذ البداية وأنه لا يكلمه ولا يراه ولا التصبيب بالتليفون وخاصة إذا كان من الأهل أو كان مثلاً أخته أو كذا أو كذا فلنتنبه إلى هذا هذا يعني والذي يعني يساعدك في التدرب على هذا هو دراسة صفاته صلى الله عليه وسلم في سيرته ففعلاً دائماً يعني لو كل يوم الواحد يقرأ في كيف كان يغفر كيف كان يصبح كيف كان حليماً حتى مع الحيوانات حتى مع الأطفال وحتى مع الكائنات إنه صلى الله عليه وسلم يعني لما يحرم على المحاربين المسلمين أن يهدموا مبنى في جيش العدو وأن يقتل أو أن يقتلوا أعمى أو أن يقتلوا أقطع أو أن يقتلوا مرأة أو أن يقتلوا طفلاً أو حتى قالوا أن يقتل حيواناً إلا إذا احتاجه للأكل فقط وبقدر ما يحتاج أو يقتل أو يفرق نحلاً أو يحرق نخلاً شيء عجيب كل هذا في جيش العدو وقال كل ما لا يتصور منه مشاركة فعلية في حمل السلاح والقتل يحرم التصدي له الراهب في صومعته يحرم قتله أو التعرض له قارن بين قواعد القتال في الإسلام وبينما يحدث الآن في قطاع غزة قطاع غزة وإحنا شو الآن كل ما كل الحاجات يعملوها وأكتر عملوها أكتر طبعاً يعني تعقب النفار يعني يزعجوهم أو يعني لازم يطلعوا ويخوفوهم ولما يطلعوا لقم مسائقها يعني خلاص أصبح الصائد مستريح وهو يصيد الصياد وطبعاً أطفال نساء رجال مرضى لا يهم مساجد مستشفيات مساجد مستشفيات جامعات بيوت وأحنا حقيقة أنا بأشوف هنا كثيرين من الطلاب والطالبات اللي هما عندنا ساكنين في المدينة الجامعية من فلسطين وكثير منهم بيجي البيت انهدم على كل الأسرة طبعاً أمروا في لحظة نفسها تبقى الزائد وتكمل تعليمها الزائد يعني وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤْخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ فضيلة الإمام الأكبر الأسادة الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامعة الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين شكراً جزيلاً لكم على هذه النفحات النورانية شكراً جزيلاً